السلام عليكم هذه الجميلة أو قطيع غزلان الريم مع مهى وحبارة وقد زينتها نباتات حجبت بعضها أو هي التي زينت النباتات صورتها في قلب صحراء دهنة التي صارت بعد عام 2018 محمية طبيعية داخل حدود محمية الملك عبدالعزيز الملكية هذه المناظر من الدهنة التي تقع في المنطقة الوسطى من المملكة لم تخطر ببالي أحد في وقت مضى كانت هذه الكثبان الرملية توصف بيئتها بأنها جافة ومتهمة قبل الحماية بالتصحر الدائم خصوصا بعد أن صارت في وقت سابق تشهد تناقصا حادا في أهم أشجارها وهي شجرة الأرطى حتى أصبحت بسبب عوامل معروفة شجرة شبه نادرة في الدهنة أما خلال العامين الأخيرين فقد رصدت وشاهد المهتمون ورصدوا أشجار الأرطى تعود وتتنامى إما من أصل أو بقايا جذع كان يبدو شبه ميت أو نموات حديثة تكبر دون أن تتعرض للعوامل السلبية السابقة هي شجرة برية معمرة يمكن وصفها بأنها ملكة النبتات في بيئة الكثبان الرملية كونها تقاوم بقوة موجات الجفاف هي ونبتات الكثبان الرملية المعمرة إذا نمت وغطت مساحات واسعة من الرمال ستساعد في تثبيت التربة والتقليل من عواصف الغبار إذا هبت الرياح تتميز بطبيعتها بأنها تتأقلم مع قلة الأمطار وتبقى حية لا تموت إلا نادرا هي ملاذ للضبى والمهى العربي ومخلوقات أخرى تجد فيها الغذاء والمأوى لها والصغارة خاصة إذا اشتدت حرارة الصيف هذا من نتائج الحماية والقادم بإذن الله أفضل وسيتبت للكثيرين أن الدهنة وغيرها صحراء لكنها أجمل وأغنى مما نتصور وستعود كما كانت في صور ما زالت حية في أذهان الأجداد ترجمة نانسي قنقر